أو علمائك قالوا أيها إسماعين pillانك مع 3 قمارات العشاء أنا لا أتحدث عن علمائك أنا عندي قرآن وعندي آل البيت سأ没有 Scottish قالوا إن هذه الآية تدل على أنه من الممكن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخالنا في الفاحشة فعلاً يعني حسب ما تشوف أنت لا تبشي وراء الروايات فعلاً الروايات تقول هيج يعني فين نساء اللي تقع بالفاحشة لو احنا قلنا أن سيدة فاطمة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا من الممكن أن سيدة فاطمة تقع في الفاحشة والعزو بالله ما وقعت إذا ما وقعت فما نقول ممكن لا الإمكانية موجودة ولا مش موجودة حسب مقال علماء الإمكانية موجودة ولا مش موجودة أخي إذا عديت الفاطمة من نساء النبي يعني شكوا أمرأة مؤنث من بيت النبي زوجاته ولا بنته ولا عشر بنات عنده إذا من يقول إذا وحده منتشن وقعت بالفاحشة أنا ما بك أنلمت برضه مش هو هذا السؤالي إمكانية الوقوع هم قالوا أن بهذه الآية من الممكن أن يقعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الفاحشة إمكانية الوقوع في الفاحشة موجودة بنص هذه الآية فلو دخلنا سيدة فاطمة إسمعيني بس جحفر الصادق كل علماء كل علماء عشان الكلام ده مين عشان يطعنوا في أم الموينة عائشة إسمعيني بس أنا ما أتبع أي عالم خلاص ما فيش مشكلة يا أم إسمعيني بس إسمعيني الله يبرك فهمك كل يقال البيت قالوا إيه بس لا تجي العلماء هاي مجرد هذا مجرد اللي يجيب لقول من العلماء اللي كل واحد متشتت بصفحة هذوي أنا أعتبره يريد يتنصل من الجدال أو النقاش ويطلع لا أجيب له علماء طب أنا هقولك حاجة عشان ننهي الكلام هقولك حاجة سمعيني بس دي سمعيني دي سمعيني دي هقولك حاجة عشان ننهي الجدل ده الإنسان لما بيكون عايز يعمل شيء بيستغل الآيات في صلحه بيستغل الآيات في صلحه تمام فأنا قلتلك ليه كلام ده وبعدها نشيقول لرب العالمين ما أنا بقولك أنا قلتلك ليه كلام ده إذا يستغل الآيات في صلحه اسمعيني بس اسمعيني يعني أنا لو عايزة طلع السيدة فاطمة رضي الله عنه رضاها من الممكن أن تفعل الفاحشة حطها بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا لو عايزة حافظ على السيدة فاطمة مش أحطها بين الآية فلذلك أنا دايما بقولك إيه لما نرجع على وقرنا في بيوتك ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فهم عايزين يحطوا سيدة عائشة إنها ما تخرج من البيت وإن النبي أمارها ما تخرج من البيت لذلك اسمعيني بس فهم حطوا اسمعيني بس للآخر فهم أخذوا الآية دي وطبقوها على أم الموين عائشة رضي الله عنه وعرضها فاللي بيبقى عايز يعمل شيء بيجي لنفسه مسوّغ لعمل الشيء ده